وتنضم إلينا من رباط مرسلة الغد فدوى المرابطي فدوى المستجدات لديك نعم الأرقام الواردة إلى حدود الساعة تشير إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ب21 حالة وذلك منذ ساعة متأخرة من مساء الأمس وإلى حدود الساعة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 638 حالة مؤكدة بالنسبة للحالات التي شفيت في 26 حالة أما عدد الهالكين فوصل إلى 37 حالة وفاهم الله برحمته إذن وبحسب آخر ظهور إعلامي لوزير الساحة المغربي مساء أمس فأشار إلى أن تزايد عدد الإصابات المؤكدة هو أمر طبيعي ولا يدعو للقلق وأن الوضع الوبائي في المغرب التي تصل إلى الأسبوع الرابع هي وضعية متحكم فيها بالنظر إلى الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذها المغرب بنهجه للعزل الصحي المبكر وأيضا اعتماده لدواء الكلوروكين في علاج الحالات المصابة هذه نسبة الوفيات تمثل 6% وهي نسبة تقارب النسب المسجلة في عدد من الدول المجاورة للمغرب هذا من جانب من جانب آخر وبعودة إلى صندوق تدبير جائحة الكورونا الذي أحدث بتعليمات ملكية فقد تم تخصيص 200 مليون دولار لتأهيل القطاع الصحي تم شراء ألف سرير إنعاش أيضا تم شراء 100 ألف عدة للكشف المخبري للتحاليل إذن بصفة عامة هذه هي آخر الأرقام المسجلة في المغرب وأيضا بالنسبة لحالة الطوارئ فهي حالة ماضية في طريقها نلاحظ التزاما من طرف المواطنين بعدم الخروج من منازلهم للمساهمة من موقعهم في الحد من انتشار الفيروس نعم فدوى المرابطي مرسلة الغد من رباط شكرا لك على هذه المعلومات